جزيلا واصل معكم مشاهدين ضفق الشروق الصباح الحيم نتكلم عن التنوع دائما في بيئات السودان والصناعات التحويلية والاهتمام أيضا بالصناعات اليدوين ممكن تشكل رافض رئيس بالنسبة لإقتصاد الفردة أيضا ممكن تنمي أسواقنا في كل مكان نمشي من خلال هذا التقرير للصناعات السعب بصور جمالية أخرى من خلال تقريرنا القادم واد القعب الواقع في غرب مدينة ضنجولاب الولاية الشمالية على بعد 40 كم يتألف من سبعة قعوبات على رواية سكانه المحليين وهم من العرب الكبابيش يعيشون حياة البداوة البسيطة على امتداد قعب اللقية شمالا وحتى قعب الباب جنوبا وهو الامتداد الذي يقابل المسافة الواقعة ما بين الحفير شمالا وحتى أوربي جنوبا وادي القعب هو من ضمن الأودية المنتشرة في صحراء السودان مثل وادي المقدم والملك وغيرهما من الأودية التي تنشوك واحات طبيعية مخضرة وسط الصحراء الروايات المتعلقة بنشأة وتكوين وادي القعب تختلف من منطقة لأخرى ومن شخص لآخر سكان وادي القعب يعتمدون في معيشتهم إلى جانب الزراعة على صناعة السعف وهو من المنسوجات اليدوية التي توارثها أبا عن جد حيث تأخذ هذه الصناعة أشكالا متعددة من الفنون كل السكان هنا يبرعون في هذا المجال والسعف يأتي دائما من أشجار الدوم والنخيل تمر صناعة السعف بعدة مراحل ابتداء من تقطيعه إلى أن تصل مرحلة التسويق القعوب السبعة التي تشكل وادي القعب تتوحد في حياة الناس البدوية وملامحهم العربية وتفاصيل حياتهم البسيطة وكرمهم الفياض وقساوة الطبيعة التي جعلت أجسامهم خالية من الأمراض مليئة بالعافية تتحمل معاناة السفر والترحال من منطقة لأخرى يقطعون المسافات الطويلة بحثا عن الرزق والكلأ والماء يرسلون أشواقهم إلى الصحراء الممتدة والشاسعة لم يختلط سكان وادي القعب بأي من الأجناس العربية أو غيرها إلا مع الضناقلة بحكم الجوار والزراعة ومع المحس بحكم تجارة البروش المصنوعة من السعف هذه التجارة التي يهاجرون من أجلها حتى مناطق حلفة شمالا يقع وادي القعب على بحيرة من الماء العذب القريب جدا من سطح الأرض حيث لا تتعدى مسافة الماء من السطح ثلاثة أمتار هذه البحيرة هي ما يعرف بالحوض النوبي والذي يعد من أخصى بالمناطق في العالم وهو حوض يمتد من منطقة أرقين أقصى شمال الولاية وحتى وادي المقدم جنوبا الأودية الفرعية في هذه المنطقة كثيرة مثل وادي كرتماي وأبو نمل والزهيلية والسرارية ووادي أبعروب حيث تجتمع كلها في صناعة السعف التي تأخذ طابع الجمال في أشكالها وحتى في أسمائها قبيلة الكبابيش التي تسكن وادي القعب يقال إن طائفة منهم انحدرت إلى مناطق كردفان أما الطائفة الأخرى التي فضلت البقاء في الوادي فجزء منها انحدر إلى مناطق الدوم المتاخمة للمنطقة وإلى مناطق السليم على الضفة الشرقية لنهر النيل ترجمة نانسي قنقر